سؤال أخير ما حكم حلق النحية وهل يجوز تقصيرها وتحديدها لا يجوز حلقها ولا تقصيرها لأنه قد جاء عن نبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على إعفائها وتوفيرها وإرخائها وهي ألفاظ متعددة وأوامر متعددة كلها تدل على ذلك وذلك يقتضي تركها وعدم التعرض لها لا بحلق ولا بتقصير والرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيرا على اللحية وكثير من أصحابه كانوا كذلك وما كانوا يتعرضون اللحاهم بحلق ولا تقصير إنما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد أداء النسك أنه كان يأخذ يقبض على لحيته وما زاد على القبضة يأخذه والعبرة وبما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام الذين كانوا على هذه الطريقة يسير ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه هو بإتهاد منه والعبرة ليس العبرة ما يجي عن ابن عمر وأنه العبرة ما يجي عن رسول صلى الله عليه وسلم وهو القدوة وهو الإسوة وما ورد في سمن الترمذي أنه كان يأخذ من عرضها وطولها هذا لسهل صحيح ففي إتناده عمر بن هارون وهو ضعيف جدا عند المحدثين لا يعول على ما يأتي عن طريقة